وعندي هنا يعني حقيقة يعني أنا عندي كانت تساؤل والسؤال مطروح لكم حقيقة ضيفي الكريمين عن كيف ممكن نبني وسيلة تواصل أو وسائل تواصل قوية وطيدة بين المدرسة بكادرها التعليمي والإداري مع الأسرة أنا أفضل دائماً طبعاً في برامج تقام على مستوى الترم الدراسي أنه هناك سواء اللقاء أولياء الأمور وما إلى ذاك لكن الآن مع تطور الحديث هناك وسائل مختلفة وسائل كبيرة جداً يعني عن طريق الواتساب أعمال مثلاً داخل المدارس تنطلق أيضاً فيها توعية وفيها تواصل مع الطرف الآخر دعوة أولياء الأمور المفترض أن يكون بداية كل عام دراسي هناك عقد لقاء مع أولياء الأمور للطلاب يعني ممكن يكون لأول سنة يدخلوا هذا الجانب وتحدث عند كثير من المدارس لكن يفضل أنها تكون موجودة يفضل أنه على الأقل مرة إلى مرتين في العام هناك دعوة لأولياء الأمور للقاء بالمعلمين لقاء ودي لقاء مع بعضهم البعض لقاء ودي تبادل للآراء تبادل لطرح هذه الآراء وتعميق هذه الأواصر في التعاومة بين المدرسة والأسرة للأسف أحياناً الانقطاع ما بين الأسرة والمدرسة يحدث هناك للأسف سلوكيات قد تكون مزعجة جداً أولاً يتفاجأ الأب أن هناك سلوك ما عرف عنه إلا بعدما كان هذا السلوك مستفحل يعني وصل لآخر هذا لماذا؟ يعني كل إنسان يرى بأن أحياناً مشغول أقول أنا مشغول لكن انتبه كولي أمر أمامك مسؤولية هذا الطفل ليس يعني أنه موجود في المدرسة أنك تتخلى عن مسؤوليتك مهما يكون القرآن الكريم لما بن الأسرة أو حث على بناء الأسرة اتجه إلى هذا الجانب ووضحها توضيح كبير جداً من اختيار للزوجة من بناء العلاقة فيما بينهما من الطريقة في التعامل حتى لو حدث هناك خلاف مفصل كيف يتعامل وضعها بالتحديد لذلك كل أب وكل أم المسؤولية درجة أولى لديه مهما يكون حتى للإبن يحدث أنه يحضر المدرسة يحضر الجامعة يحضر لأي مكان مسؤوليتك تبقى المعلم هو معك مساعد ومعك أيضاً قادر إن شاء الله أنه يرفضك بكثير من المعلومات حتى تطور من هذه المهارات في التعامل مع ابنك لتنشئة وتنشئة سليمة على الأقل نحن أيضاً للجانب يعني قاعدين نستفيد من المدارس وبعض الأسر لا تقدم شيء لهذه المدارس ترى على فكرة أحياناً قد يكون تغير معلم داخل المدرسة للجانب الإيجابي ترى هو سببه الأسرة كذلك يعني مثلاً على سبيل المثال شخص مثلاً يزور مدرسة للسؤال عن ابنه وكذا أبغى المعلم الفلاني ثم يسلم عليه ويشكر على دوره الجيد والإيجابي وزاك الله خير كيف أثر هذه نفس المعلم؟ أحياناً يا أخي بعض المعلمين يقولون نفتح الدفاتر للمتابعة أبناء الطلاب فنجد عبارة مكتوبة من أحد أولياء أوليات الأمور داخل السجل هذا يكون أثر علينا كبير جدد تشكر على موقف معين بل بعض هذه المواقف يعني نكاد نجزم أنه يقدمها المعلم تلقائياً وعفوياً يريد وجه الله سبحانه وتعالى وما توقف عندها ما كان يتوقع أنها تصل بهذا الشكل ثم يجد الأثر الإيجابي الذي يأتيه من البيوت هذا التشجيع ترى مهم أيضاً عندنا يا أخي يعني قامات من أولياء الأمور وناس متميزون كذلك أين دورهم في المدرسة؟ أحد المعلمات الحقيقة سوت بنامج جميل طالبات في الابتدائي تستضيف في كل أسبوع واحدة من الأمات جميل تأتي وتتكلم عن طبيعة حياتها وش اللي يمكن تقدم تعطيهم من الصائح كم لهم الإيجابية؟ مدرسة أخرى تستضيف بعض أولياء الأمور هذا طبيب يتكلم عن جانب طبي هذا والله جانب شرعي هذا جانب تربوي هذا كذا وكذا الحقيقة مثل هذه حتى تبعث في نفوسهم يا شباب ترحلنا في يوم ويوم كنا مثلكم في المدرسة ثم الآن أصبحنا كذا وكذا شدوا حيلكم بل حتى بعض الأبناء تغير سلوكه يستحي لما يجي أبوه المدرسة والله أبوي الدكتور اللي يتكلم عن الجوانب الفلانية وأثر في الطلاب وأحبه لازم أنا أكون أنا أقدم المسؤولية فهذه لها أثار إيجابية حقيقة كبيرة جدا كل تأكيد لازم نقدم الخدمات الأسرة تقدم للمدرسة والمدرسة تقدم للأسرة جميل جدا وهذا مبدأ تعليمي طبعا يسمونه المحاكاة لما نعرض نموذج مثلا لولي الأمر يعني ممكن يكون الأشخاص اللي موجودين ما يعرفون هذا الشخص لكن حتى الطفل هذا والابن هذا يحفز عنده أنه يحاول يحاكي هذا الشخص بهذه التجربة تكون تجربة ثرية وبالتالي قد يقدم خدمة للأشخاص الآخرين كبيرة جدا فبالتالي يجب أن يكون عندنا الأواصر ما بين الأسرة والمدرسة عالية جدا لأن في النهاية الجميع كل هذه الخدمات وكل هذه المزايا التي تقدم هي تصب في مصلحة هذا الابن نحن مسؤولين عن هذا الجانب جميل جميل هو قضية يعني اليوم اليوم وسائل التواصل كثيرة نعم صحيح وما في عذر صحيح أن الإنسان لا يطلع لا يتابع أنا نذكر جوني بعض الآباء يستمر مع أولادهم في الكلية فأقول له يا أخي الكريم ما يحتاج أنك تجي وتسأل فقط الرقم رقم الطالب والرقم السري يكون عندك نسخة منه وتستطيع أن تدخل وتشوف كل أحوال الطالب حضوره غيابه درجاته اختباراته علاقة إذا عنده مشاكل سلوكية أيضا على ملاحظات كل شيء موجود اليوم قضية أنك تطلع على ابنك وتابعة من البيت من مكتبك ما يحتاج أنك تطلع من العمل وتجي وتضرب شاوير مثل أول كانت الأمور صعبة شوي اليوم كل شيء متيسر بناء علاقات من أول يوم أخذ أرقام المدرسة الآن كل مدرسة عندهم وسائل تواصل بريد إلكتروني عندهم جوالات عندهم أشياء كثيرة يعني ينبغ علينا أن نتنبه اشتركوا في القناة